الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى من سار في دربهم بإحسان إلى مدين وبعد التحية لطلاب داخلية الوسط على الجلوس والاستماع لهذا المنبر هذا المنبر أسس لدعوة الناس إلى الخير وتحذير الناس من الشر ومن باب قول الله تبارك وتعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين في هذا المنبر يتم الكشف عن كل دعاة الباطل واخونا عبدالحليم أبشوق جزاو الله خير شايفوا عصر على الصوفية شديد ونبدق إن شاء الله دقيقتين ثلاثة دقائق على الصوفية ونفتح المجال لأخواننا المتحدثين من بعد طيب أنا ما بتصور وما بتخيل طالب قرأ وطالب خشة جامعة الخرطوم يكون عنده علاقة بالتصوف ليه لأنه بيكون أول حاجة قرأ القرآن وقرأ كثير من الحاديث وبعد ذا يمشي تاني يبرك له لأي شيخ لأنه في بلدنا دي في طلب الواحد تلقاه وقاطع نص بالله تقول ما أناه يخش الحمام قريب قاطع نص وكرافيتة خانق نفسه وبعد ذا لما نجي للشيخ املو صلناي النعلات ويجي ويبرك يا زول الله يكرم قلت لك تزالة شنو فدا عرفوا زول زول شان كده ربنا لما نتكلم عن أهل الشرك قال إنهم إلا كالأنعامي بل هم شنو أضل ده أضل من العتود ليه؟ لأنه زول ما عارف ربه لخلقه أبو يا الشيخ والله أجد واحد مرة في منطقتنا داري عرس مش على الشيخ فتح القبة بخر القبة أبو يا الشيخ أنا جيتك وداري شاورك ده بشاورو لكن عند الصوفية بشاورو الميت ما سميتها ما تحتاجع علي قال قال خبر السبعتين بتكلم خبر السبعتين يعني إتعارب السبعتين يعني شو؟ يعني السبع سماوات والسبع أراضين لكن الصوفية بيبوك بالكلام ده يقول لك والله يا الشيخ ده كلام ما بينفهم لا إنت ما بتفهم مسائل لأن الويندوس بتاعك غد يكون ما محدث وكده لكن الحلاء الشرك ده لما أنت تكون رقبا البص تكو رقبا البص يكون شغال مديح وشغال غونة لكن أول ما يجي اتدشرك الطوال بينما يشتغل كا 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 في هنا هنا في كداك طوال بينما يرون ان تفتح بشوف الحاصل شنوا يا قم تدورت حلقة في البص يا قم انت لا يا أسمعك في الاخاغ строدي الأخي يا أخي تستغرم ذاته في البلد الإي قال له خبر السبعتين يريد لكيات يجعل المشاور فوق الحيا والموت. قال له يعني لو شاورته حي زي شاورته ميت. ولو شاورته ميت زي شاورته حي. يا ناس هوي. في ميت بيشاوره. في ميت بيشاوره. لكن عند في البلد دي وعند الصوفية تشاور الميت وتشكله. والله زمان عندنا برضو الواحد لواني يكون ممتحن بيدخل القلم في القبر. أبعرفوا يشحن ولا دارس ولا شون. والله يدخل القلم في القبر. يجيب قلم جديد يجيب يطلع على الغطاية يخزوا في القبر. بعد ده يجيب الامدحان يجي يرفع القلم. وبعد ده بقيد رياضيات. شوفوا المصيبة. بعد ده بقيد رياضي. هوا الساعة. شان كده يا زول شفت زول خشة الجامعة دي. وزول الثقف. وزول قرأ. وبعد ده يبقى صوفي. والله ده ما ما تلقلوه. إلا زي ما قربنا. إنهم إلا كالأنعم. يا أخي تزول الله خلقك براوه. ورزقك براوه. وتاكل في خيره. وبعد ده تمشي ليك تزلل. لأنه الآن الأيام دي. وغيرها من الأيام في هجمات شرسة على الإسلام. هجمات شرسة من العلمانيين. وبنجيك لهم. ونطم من بطنك يا علماني. ونطم من بطنك يا شيوعي. ونطم من بطنك يا أخو يا مسلم يا مجرم. دين الله ده بنتصر. ودعوة التوحيد بتنتصر. ودين الإسلام ده باقي. وكل الدعوات. كل الدعوات. محكم على بالفشل. ده كلام الله. ما كلامي أنا. ده كلامي أنا. خليه قبله. لكن ربنا قال. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. إنهم لهم المنصورون. وإن جندنا لهم الغالبون. قال الله تبارك وتعالى. تلك الدار الآخرة. نجعلها للذين لا يريدون علوا. في الأرض ولا فسادة. والعاقبة للمتقين. قال الله تبارك وتعالى. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسمع يا طالب. شام ما تضخمة. يجيك واحد شيوعي. بالله يعمل لك ففي راسه داير لوحين صابون عشان ينظفه. تش نوته. والله قبل شوية لقت له واحد. استغربت في واحد زائل من الناس الجنب والباقف جنب الباب. قال لسه زائل الله. مامي الضايق من تفوت دي. قلت له الله هذه الحلوة تسوي لها ما خدتين. يا أخي ما أقول له يا أخي راس قدر القفة. ده شنو ده. طبعا نقول لكم. طبعا نحن في هذه البلاد وجلسة جلسة استماع بابو السيد والله نحن مع الطيور. هاي ما شو طير؟ والله لا رأي احنا منا. شنو والله نحن مع الطيور نحن مع الرسول رأيك شنو? وما شفت اي زول يعادي الدعوة دي. الله بيفشلوا في الدنيا قبل الآخرة. اقرأ صورة الفجري. قرأ صورة الفجري ولا بيتنوم عن الفجر. شوية تلقى قاعد يصحى الساعة ثمانية صباحا نوشي بالله زي زي المركوب المعفص. يقول لك والله طبعا البلد ما فيها مواصلات. اتا صليت الصبح. شاء المواصلات تجيك. يا شوعي صليت الصبح. يقول لك طبعا نحن واحد في 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 بعض الجامعات في مدرمان ما بعرفها الاهلية ولا غيرها. سألوا والله يسألوا. الله في والله الله ما فيه. انت ما من حقك تساني سواء زي ده. ليه ما يسألوك? والله يجد ما قدر يجاوه يده بالله قدر الطالوش وطويل بالله عمود كهربوس. وطبعا انه ما من حقك تساني. يا زول ها قاعدين في البلد دي. الله ما في ناس. ناس الله ما فيه. اتبع ماركس وانجلس ولينين وغيرهم. وجايك ان شاء الله الكشف في الوثائق الموثقة لهؤلاء جميعا. فشت حيالك يا شيوعي. وشت حيالك يا يا علماني. وشت حيالك يا صوفي. وشت حيالك يا اخو يا مسلم. والي مبتدع اللي شت حياله. والطالب استمتع. اي طالب محترم استمتع بالجلد. واستمتع بالجغم. واستمتع ببيان الحق. لانه ده حق. والحق دايما عليه نر. والحق بياجب. والحق يعلو ولا يعلو عليه. لسان كده داري اختاروا عنوان للمنتظر. قلت والله يا ما حقه سموها دخلاه صغير حام. لانه البلد محل الساحة دي ساحب تحت. يا زول هوي جغم وشغل بتلقى العجاج الرابط. الشيوع تلقاه لا في بالله زي السيوسي ولاقع في الموية. ما قادر يجاوب ليه على سالين. وبننجمها كتا قال لك انها الله صلطنا على اي شيوعي. والأي مجرم والي دجال والي محتال يلعب بالدين. انحنا جاهزين تب الحمد لله ولا نخشى في الله لو ما تلعيم. والله اجد الحادي واحدة والموت واحد. اذا حينا نعيش بيعزة. اذا موتنا نموت بالتوحيد ان شاء الله تبارك وتعالى. فانت شد حيالك. فالمنبر ان شاء الله متواصل. ونقدم اخونا شيخ علي. جزاكم الله خير. والسلام عليكم.